ماشي وانفرد وانفرد وجو تفضل. جو ماسي يا ماسي يا ام وحاسي. آآ طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكو صحاب questions انا احمد وانا سابق قبل كده وكنت عملت حلقة او عملت فيديو يعني يمكن بقاله اكتر من سنة عن انت ازاي تشغل اي دراع عندك حتى الدراعات الشعبية الرخصة جدا شغالة عندك على الموبايل وتلعب بها اي لعبة حتى لو كانت اللعبة دي كمان ما بتدعمش اصلا او كده. طبعا بس ان الدراع اللي معاك او اللي معاك بيشتغل على الموبايل عادي فاي لعبة هتو تشغال عليه. الفكرة كلها ان البرنامج ده حصل عليه تحديثات وبقى في حاجات فيه مش مش شغالة بقى ليها كده يعني طريقة تانية عشان تشغلها او ليها كده يعني في كده كم تركية عشان تقدر تشغل البرنامج ده. بس يعني كالعادة يعني لا خوف عليكم فاشيتو لديكم. اكيد مش هسبكو يعني. فعشان كده قلت هطل عامل حلقة جديدة عن نفس الموضوع. بس هنتكلم فيه بقى ازاي نحل المشاكل اللي بقت موجودة في البرنامج. وهنشوف مع بعض النار كده ازاي نشغل كل حاجة ونعمل كل حاجة مع بعض. خطوة بخطوة. اهم حاجة بس ما تجريش الفيديو وشوف فيديو كله من الاول لحد الاخر عشان الطريقة تشتغل معاه. فده موضوع حاجة راضة ان شاء الله بس يعني كالعادة لو الحلقة عجبتك وستفدت مني حاجة ما تبخلش على بلايك كومنت جميل ازاي كده يديه دعم معناه ويعني اشترك في القناة لو انت او ما تشوفني فعل زر الجرس عشان اي فيديو رزله جديد يجيلك باشعار وبدور راغي كتير يلا بينا عشان حيشان ده. اه طيب يا شباب رجعنا نطلب بعد الانترو كالعادة نخش عطوف موضوع الحلقة. طيب بصوا يا شباب طبعا انا وصلت التلفون بتاعي عشان تبقى شايفين كل حاجة يعني انت ما دلت تحكي ده هتلاقي ده اسم البرنامج عامتا انا هسيب لكم برضو كل انكم في صندوق الوصف وهو البرنامج عامتا اسمه هو اكتب بس بجوجل هيطلع قدامك والبرنامج كمان يا جماعة طبعا انت موكم جوها تاخد منه نسخة برو او تشت نسخة برو بس عامتا مش مستهل لان نسخة كافية ووافية يعني طيب بعد ما هتنزل البرنامج سيبه كده دلوقتي في موقع برضوك انا هسيب لكم الوصف هتخش وتحمله منه برنامج الموقع اللي هو ده وطبعا حسب بقى لو انت ميش دعم ماك ما عرفش حاجة عن اجلزة ماك يعني بس عامتا هو فيه منه نسخة الاجلزة ماك ونسخة الاجلزة هو امسحته ما جابتش واحد ميجا بايت انا وضغطت عليه يعني انا امسحته هنا هي يعني ما جابتش تمنمية او حاجة ما جابتش واحد ميجا بايت انا طبعا منزل قبل كده بشكل مسبق هينزل معك بالشكل ده هنا كده هنيجي علي كده وهنفك طبعا ضغطه بشكل عادي جدا اكستراتفايل اهوة تقول له هنا كده اوكي هنلاقي طبعا معك الفولدر ده دابل كليك عليه كده خش هنا اهو ده شكل الفولدر يا جماعة طبعا هنا بقى في حاجات كده جدا انت ممكن توصل ماوس لو عندك ماوس واي فاي ممكن توصله برضوك بالتليفون او ماوس مثلا لو سلك وهنا برضوك حاجات لو دراع برضوك واي فاي او كده بس حشرنا النهاردة على الدراعات اللي هي بسلك يعني طيب سيب بقى الفولدر ده دلوقتي كده وهتيجي هنا على التليفون بتاعك وطبعا لازم تكون مفعل طبعا اكيد كلوك عارفين زي تفعلوا يعني وطبعا لما تفعلوه لازم تفعلوه طبعا حاجة اللي هي اسماها يو اس بي دابغنج اللي هو هتنسى تحت هنا خالص كده هتخش على وتأكد ان انت مفعل عندك حاجة اسماها لا يو اس بي دابغنج دي لازم تكون مفعلها طيب هنطلع كده من هنا ونيجي آآ نفتح البرنامج هنقول له هنا كده اوبن هنقفل هنا دي كده طبعا هنا وبيقول لك يعني سجل بحسابك بتاع جوجل عادي خالص سجل به هنخش هنسجل حسابنا عادي خالص تمام ايه في الكل ده ده هنا كده سباك من كم ده كله ايفل ده كله هنا كده اي دي شكل البرنامج هون طيب بصوا يا شباب انت اهم حاجة عندك الحتتين اللي فوق دمت يعني طيب اول حاجة ان البتاع اللي فوق ديت دي عشان نخليها لونها اخضر او عشان نشغلها هتعمل ايه بص طبعا انت تلقتي خلاص هتوصل التلفون بتاعك بالكمبيوتر ركزوا معي شباب عشان بقى المشكلة بقت في الحتة دي انت هتوصل التلفون بتاعك عادي بالكمبيوتر بعد ما تكون فعلت وفعلت بعد كده هتيجي على اللي احنا نزلناه اللي هو الفولدر ده هنا كده بس ايه نصغره هنا كده ونجيب التلفون هنا عشان تبقوا شايفين كل حاجة وهتيجي هنا على الامر اللي هو اسمه هنا ملكش دعب الواي فاي هتيجي على ده وهتقوله هنا كده وهتقوله هنا هتطلع معاك اللي هي الشسوريات سيبها كده ما تجيش جنبه وتعمل اي حاجة خالص هو هيبدأ يعمل كل حاجة لوحده. تمام كده لحد ما هيجي معاك الرسالة دي كده اللي هي مكتوب فيها خلاص كده يعني انت الطريقة اشتغلت معاك تمام وكل حاجة. ده بقى خلاص دوقتي تشيل التلفون بتاعك من الموبايل عادي جدا مش فحتاج توصله على حاجة خاصة. قوله انا كده اوكي وإفرنا كل حاجة. وزي ما انتم ملاحظين كده خلاص ان اول خطوة دي او اول حاجة هنا خلاص بقت باللون الاخدر. تمام كده يا شباب طيب ناقص بقى ايه ناقص الحاجة التانية دي. الحاجة التانية دي هنا بيقول لي ايه بيقول لي اللونها احمر عشان انت مش موصل دراع او عندك على التلفون. وانا بالفعل مش موصل حاجة على التلفون. فهنوصل الدراع مع بعض دلوقتي وهنشوف هنلاقي لون هيتحول لون الاخدر. طيب يا شباب انا خلاص اهو وصلت الدراع او يعني بالتلفون وطبعا لازم توصل او يعني التوصيل بيتم عن طريق القطعة اللي ظهر قدامكم دي حاجة اسمها دي قطعة كده كده مع التلفون عندي يعني سامتنا القطعة دي لو مش موجودة عندك انت ممكن تروح لأي محل بتاع تلفونات وكده يعني او كمبيوتر وقول له عايز بس وصلة او حسب بقى النوع التلفون بتاعك مسلا مدخل بتاعك نوع ايه طيب ايه ولا طيب سي اه مش غالي يعني تلاقي بعشرين تتين جين ولا حاجة المهم انت بتوصل بيه خلاص ادام كده اول حاجتين هنا بقى باللون الاخضر انت كده تقريبا خلاص يعني خلصت تمانين في المية من الشغل بتاعك طيب احنا بقى يا شباب عايزين برضو نعمل او نعمل تأهيئة كده للدراع بتاعك انت كده لو جيت ضغط هنا على اللي هو شكل الدراع عندك هنا كده هتلا عندك في حاجتين فهو اسمها او فيه تحت دي هو طبعا هنا متعرف ان الدراع اللي عندي اللي هو اللي هو قالت يعني طبعا انت موكم تغيره لو انت عندك دراع مثلا بلاستيشن او عندك دراع او عندك اللي هو في حكمان طيب لو انت دراعك اصلا مش من المركز دي انا عامش تقول عندي دراع ماركت زيرو ولا اي ماركة صيني تعبانة عادي ما تشغلش بالك مش شرط يعني انت اختار اي حاجة من دي عادي خالص وقول له هنا منوالي وهنا طبعا قول له هنا مثلا اللي هو هديجو مسلا هنا هو هو بيقول لك اضغط على الزرور الفوق اللي هو السرودة كزا مرة هضغط عليه كده كزا مرة هيقول لك خلاص تمام بعد كده اللي هو الزرور اللي هو البي او الرفع كزا مرة هيقول لك برضو كهو ضم تمام الاكس مسلا او الايه كزا مرة تمام هو عزيبا بيش اقول لك كده انت اضغط في عندك يعني كزا مرة كده ورا بعضها هنا مسلا ده اللي هو الجنب كزا مرة برضو هتلاقيه هوت خلاص تمام نقول لك تمام بعد كده الفكرة يا جماعة واها كزا بقى يعني كل حاجة تعملها كده طيب لو الزر مسلا اللي في النص ده شيطو مش موجود عندي في الدراع احيلا زكا عادي ما تشغلش بعدك ايضغط على هتتشاه Wet يعني شاب اللي هو كزا مرة كزا دغط ورا بعضها يا كل شباب وهنا بردك اللي هو بردك كزا مرة تمام لحدي Имوللك تمام كده والي هناك بردك كزا مرة تمام الخطوات دي يا جماعةUB نبقى مرة واحدة بس وهنا ده اللي هو اللي في النص هو انا مش هتلفه اضغط ضغط واحدة في النص يعني اضغط على في النص الجوه اهو كزا مرة اتضغط كده. جوه هو تمام. العالمين برضو كده ده اختر جوه. طبعا اللي هو او ده لو مش موجود عندك اعمل هنا طبعا بيقول لي هو لف ده مسلا كده. فانا هلفه خلاص تمام ماشي. انا حد تاني برضو كنفس الكلام. هنا خلاص قل له. تمام كده شباب احنا عملنا او تعييقة للدرع بتاعنا. طيب هنرجع بقى على الهوم هنا تاني كده. ونشوف بقى كده نجرب مسلا شوف بقى اي لعبة عندنا احنا عايزين عندك على التليفون. حتى يعني حتى الحاجات اللي هي مش جيمز. هيجيب لك كل حاجة موجودة عندك على التليفون. فانا مسلا هنفترض ان في انا عندي لعبة اسمها دي بيبقى فيها يعني كنترول كتير وكده في الحرف الاس. اهي مسلا شباب يلاقي دي مسلا اللي هو او اللي هو دي واضغط على البلاصة هنا كده. بعد كده ارجع هتلاقيه ضفالك هنا ماشي اضغط كده على اللعبة عشان تشتغل معك. هنا طبعا ساعات ممكن مدخلك على اللعبة على طول او ساعات يقول لك يزم تفرجها لاعلان. دي بس مشكلة ان انت منزل النسخة الفري يعني. وبالمناسبة يا شباب يعني الفرق بين النسخة الفري والنسخة اللي هي البروء او النسخة اللي هي بفلوس يعني هما فيه فرقين واضحين قوي يعني. اول حاجة طبعا اللي هو ان انت لازم تشوف اعلان قبل ما تشغل اللعبة وكده يعني. والفرق التاني ان انت ما تقدرش تضيف اكتر من اللعبة. بمعنى ان هنا ضيف سبيدر ما انا هو. لو جيت مسلا عملت له اد هنا كده. ومنزلت مسلا اضيف اي لعبة حاجة مسلا دي كده اضيفها هنا هوت. هيقول لي ان هو ما ينفعش لازم طبعا انت نسخة برو. فطبعا حلها انك تحل الموضوع ازاي طبعا اما انت تشتري النسخة البرو او لو مش عايز تشتريها انت ممكن تيجي طبعا على اللعبة هنا كده تعمل عليها هنا كده اكس. هتبقى كده خلاص. صراحة تقول له وتخش تضيف اللعبة اللي انت عايزها. فهي يعني ايه هتضيفها زي لعبة. لعبة. مش اللعبتين مع بعض يعني. الا طبعا لو انت شاري نسخة البرو. فهنشوف كده اعلان ونخش على اللعبة. فبسر شميل خاصة انا شفت اعلان اللي هو الرخم اللي كانو جايبينه ده. هو خاص فتح اللعبة على طول. لما نلاحظ هتلاقي كده في عندك فوق نافزة عائمة عندك على الشمالة هي. طبعا هقول لكو دي بتاعت ايه دلوقتي. هو طبعا هنشغل اللعبة بشكل عادي جدا. الموضوع ما فيش فيه تهكير وحاجة خالص يا جماعة. طب زي ما حشوف بين طبعا يا جماعة انا عندي هنا على الشمال ايه? عندي اللي هو الجيوستيك اللي هو ايمين وشمال وفوق وتحته والكلام ده كله. وهنا على اليمين عندي بقى فيه حركات بتاعت اسبيدر منه وكده. يعني طبعا كل اللعبة لحسب الحاجة بتاعتها. طب نزبط بقى الدراع على الكلام ده ازاي? النافذة العائمة دي يا شباب اضغطوا عليها هنا كده. وهديك كده هنا شمال. في عندك هنا وفي عندك اللي هو الالستيك. طب ايه الفرق بين الاتنين? الديباد ده شباب لو ضغطنا عليها هيجيب لك اللي هو الاسهم. الاسهم يا جماعة لا زي هنا دي كده. اسهم اللي في الدراع اللي هي يمين وشمال والكام ده كله. لو انت واحد عايز تلعب بالاسهم او اصلا ما عندكش البكرة في الدراع. ولو انت طبعا اللي عايز تقفلها من الاكسي كانت تلغى. ولو انت واحد عايز تلعب بالجيوستيك زيت نفسه او اللي هو البكرة يعني هضغط على ال الستيك. انا مسلا هضغط على ال الستيك كده وهاجي احركها هنا وزبطها على الوضع ده. طبعا انت ممكن برضو تكبرها وتصغرها بصوا زي ما انتم عايزين مسلا اهو. فانا هجيبها مسلا وزبطها هنا على الشكل ده هنا كده بالزبط. بعد كده ضغط هنا على الكي. لما اضغط على الكي هو هنا مستني منك كانت تضغط على اي زورة عندك في الجيوستيك. وانا هضغط مثلا على زور اللي هو الاي. هتلاقيه ظهر معنى على الشاشة هنا هو. طبعا انا ممكن ممسك الايه ده كده احركه واجيه وقفه هنا كده. طب ده كده معنى ايه? معناه ان انا لما هضغط على الاي في الجيوستيك اللي عندي هيسمع في شاشة التلفون عندي على الحركة اللي موجودة على شاشة دي. تمام يا جماعة وصل لكم الفكرة. هاجيب بعد جهة ايضا 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 وايضا ايضا 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 يا جماعة. هنا بصوا يا شباب. بص انا بلعب خاص بالجيوستيك اهو. انا ما بتكش عشيش خاص ولا حاجة ما عمش بينالكو بقى في الكاميرا ولا بس انا حاليا بلعب على بالجيوستيك. وطبعا التحرك بتاعه هو تبصوا يمين فوق تحت شمال خلاص بقى انت كل حاجة هتلعبها بالجيوستيك طبعا. فاهمين يا جماعة الفكرة في كل لعبة بقى عندك طبعا انا وقف يعني. فهي دي يا جماعة الفكرة ببساطة طيب. عايزكم بقى تركزوا معي في اهم حاجة كده يمكن في الفيديو ده كله. او في كده كم سؤال يعني هيواجهكم كده او عايزين تسأله عليهم. ايه هو? اول حاجة يا شباب احنا لو جينا دخلنا على البرنامج تاني هنا كده. اين قدي البرنامج هوت? وشلنا مثلا الدراع. طبعا انت لما نشيل الدراع الخوط التاني تحت دي هتبقى لونها احمر طيب. مش كده كلها بتكمل في ايه بقى? او المشكلة اللي حصلت في البرنامج بعد كده ايه? او واحدة دي متعلمة بغدر. لان اول خطوة دي يا جماعة المفوضة ان انت بتعملها مرة واحدة بس. طب هي لينها احمل يا شيطو? هل بقى انا الطبيعي? ابن انا كل ما اجيشغل البرنامج. هيدي الكمبيوتر عندي وهوصل التلفون بالكمبيوتر. وعد عمل نفس الخطوة اللي عملنا في اول فيديو دي تاني. فديكت مشكلة. بس هو البرنامج هنا قال لك الحل بتاع. ايه الحل بتاعها? انت هديجي هنا كده خش على الضبط عندك. وهتنزل تحت هنا كده. تخش بعد كده على اللي هو بعد كده هتنزل تحت عندك على حاجة اسماها اللي هي هتعمل هنا كده وتشغلها او تفعلها. بعد كده هترجع على البرنامج تاني. اه بص يا جماعة خلاص بقيت اول واحدة ايه لونها اخضر. فدي كده كتاول تركي او اول مشكلة وده الحل بتاعها. طيب تاني مشكلة او تاني استبصار. الناس بحكم تسأله. هل يا شيطو الدرعات دي او الطريقة دي تشتغل على لعبة بابجي بصراحة يا جماعة انا مجربتش. هو نظريا مفروض تشتغل على لعبة بابجي. استفكرة كلها ان ممكن بابجي ترقعك البن الماتين. وكل واحد فينا تعمل في الحساب بتاعها. انا بصراحة ما جربتاش على بابجي عشان انا خايف على حسابي يعني بصراحة مش تحكي عليكم. فنصيحة مني ما تجربهاش على بابجي. هو المفروض انها تشتغل على بابجي. بس نصيحة مني ما تجربهاش. انت عايز جربها بقى على مسؤولتك انت الشخصية عشان ما حادش يقول لي يعني منك اللي انا حساب يباز وحساب يضعه والكلام ده كله. حاولوا يعني تخلوها عافل الالعاب العادية. انت عايز بقى تجربها على بابجي فدي هتبقى على مسؤولتك انت الشخصية. فباش لابدك نشرح النهاردة كالعادة يعني لو الطريقة عجبتك وستفدت مني حاجة فما تبخلش على بلايك وكومنت جميع زيك كده. اشترك في القناة مش مشتكفى اصدار الجرس ولا هتزار قدامكم حاليا دي دي قناة التليجرام. انا بلازل لك حاجات كده يعني. فبعبش نزل هنا على اليوتيوب. هسيب لكم اللينك اشتركها في صندوق الوصف. اهتمنا طبعا عندهم نضموا لقناة التليجرام. وبس كده يا شباب.